تستكمل دائرة الموارد البشرية بالشارقة البرنامج الوطني لتأهيل الموظفين الجدد للعام 2019 الذي ينفذ على مستوى إمارة الشارقة وذلك بتدريب الدفعة الأولى من الموظفين الجدد في مدينة دبل حصن ويتمثل البرنامج بسلسلة دورات تدريبية وبرامج مساندة تهيئ الموظف الجديد لدخول بيئة العمل وتعنى بتعريفه بحقوقه وواجباته الوظيفية وتزوده بالمهارات الفردية كما يتم تثقيفه في الشأن القانوني بمعرفة ضوابط قانون الموارد البشرية لحكومة الشارقة ويقام البرنامج استكمالا لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله باعتماد تعيين 724 من الباحثين عن عمل وفق الفئات المحددة من سموه على اعتبار استحقاقيتها في الاستعجال بالتعيين